هو ده النادي الاهلي وهو ده جمهور النادي الاهلي وهو ده سر النادي الاهلي يا جماعة النادي الاهلي مجلس إدارته اللي بيشرف كل الأهلوية أنه يبقى فيه مجلس إدارة بهذه القيمة وبهذه الأسماء والأهم بهذه الروح مجلس إدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب وماعتقدش فيه كلام يحتاج يعرف محمود الخطيب ما اعتقدش ان عند اهلاوي او عند اي حد بيعرف كورة او ما بيعرفش محتاج يعرف جملة عن محمود الخطيب لكن مجلس ادارة قوته في وحدته قوته في هذه الروح قوته ان كل واحد من اعضاء مجلس الادارة يقدر يدير النادي الاهلي ويدير كيان رياضي كبير جدا مجلس ادارة على رأسه الكابت المحمود الخطيب النائب معاه الاستاذ العامري فاروق كان بيدير الرياضة في مصر ثم خالد الدرندالي امين سندوق النادي الاهلي واحد من اللي تولده حرفيا في النادي يعني انتو متخيلين ان حد علاقته بالنادي والده والدته كانوا اعضاء مجلس ادارة فانتو عايزين رابط ايه اقوى من كده او حتى قيمة محاسبية كانت عاملة ازاي هتلاقي واحد زي المهندس خالد مرتاجي نموذج دولي مشرف واحد من اللي كان ليهم اسهامات كبيرة جدا في لجنة الاندية في الاتحاد الدولي لكرة القدم بكل هذه العلاقات وهذه الصلاة شوف الدكتور الراني علواني عضو مش عضو مجلس النواب المصري بس تشرف بهذه العضوية طبعا لكن عضو اللجنة الولمبية الدولية بصوا القيمة عاملة ازاي قبا عن جدا اهلوية يعني الاب والجد اعضاء مجلس ادارة في النادي الاهلي الدكتور عمرو علواني والدها رئيس الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي فاحنا بنتكلم على نماذج يا جماعة كل اهلاوي بل كل مصري فخور ان هذه القيم او هذه القمم موجودة في هذا المجلس مع بعضيها الاستاذ محمد الضماطي واحد من رجال الاعمال النابيين جدا المهمين في الاقتصاد المصري الاستاذ طاري انديل واحد من اه بيدير واحد من اهم البنوك الاجنبية في مصر الكابتن جوهر نبيل افضل لعب كرة يد في المنتخب المصر وصاحب تجربة كبيرة جدا في كرة اليد وثلاثة تحت السن وفوق القيمة قبل كل دول قبل حتى المجلس واحد زي الاستاذ ابراهيم الكفراوي ابراهيم الكفراوي عضو مجلس ادارة تحت السن يعني دخل هو والعمري فاروق في مجلس الكابتن صالح سليم فاتربوا من بدر اوي على قيمة النادي الاهلي وعلى ادارة ملفات مهمة جدا في النادي الاهلي ابراهيم الكفراوي عضو مجلس ادارة تحت السن شوفوا تدرك في كم مرة خريج اقتصاد وعلوم سياسية بيعمل في أحد أهم البنوك الأجنبية في مصر خبرات بقول لكم نمازج يشرف بيها النادي الأهلي جدا وتفخر به جمعيته العمومية جدا تلاتة تحت السن كل واحد يقدر يدير النادي الأهلي في أي ظرف استثنائي وشفتوا أكم من ملفاته وبطولات أسندت لمحمد الجرحي أو للدكتور مهند مجدي أو لمحمد سراج شفوا التلاتة اللي تحت السن حجم الخبرات والنبوغ المبكر والولاء والانتماء للنادي الأهلي عشان كده بقول لكم اتخافوش على أهلي أبدا حاجش خاف على أهلي أبدا الأهلي لو الناس دي فضلت إيده واحدة قوة واحدة على قلب رجل واحد ما اعتقدش الجمعية العمومية اللي اديتهم هذه السقة بكل هذا الحب وبكل هذه الغيرة على النادي الأهلي فهذا الظرف ممكن تقلق مرة أبدا على النادي الأهلي الناس شغالة في كل الملفات اللي مطروحة واللي مفتوحة قدامهم زي ما انتم حضراتكم شايفين علشان ينقل النادي الأهلي النقلة الكبيرة علشان حجم الاستثمارات للنادي الأهلي كل واحد من الناس دي بيدير استثمارات كبيرة جدا فشوفوا لما كل هذه الخبرات وكل هذه العقول وبهذه الروح الوحدة تتحد في مجلس واحد مش بس هتوقف العمل عند مشاريع استثمارية كبيرة جدا هتفخروا وتساعدوا بيها لكن حتى على المستوى الهندسي هتتفرجوا الفترة الجاية وفقا لمعايير زمنية محددة وتوقيت زمن مجلس الإدارة محددوا عشان كل فترة قصيرة جدا هتلاقوا طفرة هندسية حصلت هيحصل ايه في الملف الهندسي انشاءات النادي الأهلي لان لا تخص أعضاء النادي بس انشاءات النادي الأهلي وتطوير مرافقه هتعود بالنفع على الجمهور لانه لما البنية التحتية بتستقر لما النادي الأهلي بيتوسع حجم الإقبال عليها يزيد حجم تدفق العضوية يزيد حجم الموارد هيتضاعف الفلوس هتكتر فبالتالي الميزانية هتكبر هيقدر النادي الأهلي يافي بالتزاماته الرياضية هيقدر يعقد صفقات كبيرة هيقدر ينفق على فرق الرياضية حيرفع المستوى فالمسألة مش بس لصور ولا بوابة المسألة انت بتستسمر في قيمة كبيرة جدا اسمها النادي الأهلي